اشتركوا في القناة والمتشردين وبالرغم من اننا عادة ما نحكم عليهم بانهم اشخاص مذمنون وخطرون وتعرضوا للافلاس بسبب ادمانهم ولغم ان هذه الحالة موجودة بالفعل الا ان بعض الاشخاص اصبحوا متشردين لاسباب اخرى فبعضهم ولد بدون ابوين او تشرد بسبب تعرضه لاعاقة منعته عن العمل او جنديا عاد من الحرب بدون احد اطرافه ومن الممكن ان يكونوا اشخاصا خرجوا من السجن ولم يرد اي احد تأجيرهم ومهما اختلفت الاسباب فلا احد في الحقيقة يحب ان يصبح متشردا ولهذا يوجد الكثير من الاشخاص حول العالم يحبون مساعدة المتشردين والمتسولين باعطائهم بعض المال او شراء وجبة طعام لكن بعض الاشخاص الاخرين يحاولون مساعدتهم بتغيير حياتهم واعطائهم فرضة لترك حياة الشارع للابد ولهذا سنقدم لكم اليوم قصة لمالكة مقهى قامت باستئجار رجل متشرد لتكتشف امرا لم تتوقع داخل المتبخ بعد مرور اسبوعين فقط بدأت احداث هذه القصة في شهر مارس من عام 2016 سوسيا ابيغال مالكة مقهى في مينيسوتا بالولايات المتحدة اذ تعتبر المالك العشرين للمحل الذي لم يستطع اخر مالك تدبر امره فيه لكن سوسيسا كانت فارحة للغاية بامتلاكها مقهى خاصة بها فقد شكل هذا الامر حلما بالنسبة لها ولهذا فقد كانت فخورة جدا وتعمل بكل جد لكي لا تفلس بدورها وتترك المقهى الامر الذي اضطرها للتعامل مع عدة مشاكل مالية خاصة خلال الايام الاولى من شرائها للمقهى وبما انها بالكاد كانت توفر بعض المال فقد كانت تقوم بعدة اعمال بنفسها بدل توظيف الكثير من الموظفين وفي احدى الايام دخل رجل الى المقهى بدى واضحا لسوسيسا بانه متشرد وتوجه نحوها طالبا بعض المال لكنها اجابته بان اي شيء في هذه الحياة لا يأتي بدون مقابل كما سألته عن السبب الذي جعله لا يعمل في الواقع فاخبرها الرجل بان اسمه ماركوس ولا يريد اي شيء سوى العصور على عمل يضمن به بعض النقود من اجل الحياة بعيدا عن الشوارع والتسول لكنه ولسوء الحظ يمتلك سوابق اجرامية بسبب اخطاء قام بها في حياته ندم عليها وقام بتأدية السمن عليها وبالرغم من هذا عندما خارج ماركوس من السجن لم يريد اي احد اعطاءه فرصة ثانية وقبوله للعمل رغم انه قد تقدم بطلب للعمل في اماكن كثيرة وبما انه اصبح يعيش في الشوارع اصبح ايجاد عمل ما اكثر صعوبة وقصاوة لان مظهره الذي يدل على انه يعيش في الشارع زاد من رفض الاشخاص له للعمل لديهم لكن سوسيسا تأثرت كثيرا لما حكاه لها ماركوس عن نفسه وقررت اعطاءه فرصة لم يعطيها له اي احد اخر وبما انها كانت في امس الحاجة لموظف يساعدها على ادارة المقى قررت تأجيره لكي يساعدها ويخفف عنها ضغط العمل والروتين ورغم انها بالكاد كانت تستطيع جمع اجره كل يوم الا انها كانت تدفع له مستحقاته باكملها وقد كانت سوسيسا الشخص الوحيد الذي لم يعطي اي اهتمام لتاريخ ماركوس الاجرامية وحكت عليه انطلاقا من شخصيته خلال العمل داخل المقى بحيث سمحت له بنوبة عمل ساعتين كل يوم ولكنه كان سعيدا للغاية لانه يستطيع تدبر اكله على الاقل بشكل يومي دون الحاجة للتسول وقد التزم ماركوس بالتوقيت كل يوم خلال الاسبوع الاولين من عمله وقد كان يقوم بغسل الاواني واخراج النفايات وتنظيف المقهى والمطبخ ففي الواقع كما يقوم باي عمل طلب منه لانه اخيرا تمكن من ايجاد مصدر للرزق يمكنه من شراء طعامه وتوفير الباقي لكي يستطيع تدبر مكان للسكان فيه وبعد مرور اسبوعين قامت سوسيسا بنشر قصة ماركوس على الفايسبوك مظهرة مدى ساعدتها لاتخاذه القرار الصائب اتجاه ماركوس فقد كتبت بانه قد تفاجأ عندما اردت عليه العمل لديها قائلا بانه سيقوم باي شيء تطلبه منه وقد التزم بكلامه بانه يحضر كل يوم منذ اسبوعين في الوقت المحدد لبدء نوبة عمله كما انها ذكرت في المنشور بانها كل ما دفعت له يقوم بشراء الطعام في المقهى ويدفع ثمن اكله وبفضل هذا العمل عارت ثقة ماركوس بنفسه واصبح شخصا مختلفا عما كان عليه في اليوم الاول وقد نصحت في منشورها كذلك بمساعدة الاخرين وعدم الحكم على مظهرهم الخارجية وبما ان الله يعطينا فرصة ثانية دائما لماذا لا نقوم نحن ايضا باعطاء فرصة ثانية لمن هو في حاجة ماسة للمساعدة فبعض الناس يستحقون بالفعل فرصة ثانية وفي الحقيقة لاقى هذا المنشور تفاعل من الكثير من الناس في العالم كله اذ تم نشره اكثر من مليون مرة على فيسبوك اذ تأثر الكثيرون بقصة صوصيصة لكن هذه الاخيرة لم تكن مهتمة للشهرة او ان تصبح معروفة في العالم لكنها ارادت التأثير ولو في شخص واحد للقيام بعمل مماثل لما قامت به اتجاه ماركوس اذا اعجبكم موضوع اليوم من قناة طابس عربية فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة اشتركوا في القناة